السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا النهاردة نصحت منهم اول خبر كان مكتوب فيه الجيش يستحوز الجيش يستحوز على انا ما كملتش بصراحة ربك والحق فرحت اول الجيش يستحوز فرحت وربطت الاحداث على طول احنا داتي بقلنا فترة ايه فيه المعركة اقريم تجري قلت الجيش يفضل نام على ادانه اكيد برضو بيشتغل والمعركة وكده فقلت اكيد يستحوز على ايه مش على الاقليم بقى على الحتة اللي بيبني فيها صد النهضة صح قلت اكيد وبعدين الدماغ برضو قالتلي طب هو الجيش يعني يعني هيظهر كده بشكل جامد بشكل واضح صريح طب ممكن كده يدور نفسه فدماغي جات على ايه قلت الجيش يستحوز على اه الجزرتين الجزيرة بتاع تيرانو سنافير بعد معارف ان ابن ماليكة تتاني بحهم ان انتقلت السيادة الامنية لاسرائيل فقلت هو الجيش يبدأ لقى كده زي النطع استحالة طبعا وبينيبلك قعدت بقى ضميري مقنبني جدا جدا وانا كمان وانت بتشوف الخبر بتلاقي واحد كده من الجيش كده واحد كده لشلطين كده وفهم ازاي خير اجناد الارض اللي هو بيسلم على حد انا ما انتبهتش هو بيسلم على مين يعني يعني عدت هو بس الصورة هتوقع حتى الصورة موجودة عندكم اللي هو كان بيسلم على يعني على قبل عطيات انا افتكرتها قبل عطيات قبل عطيات دي كان بدينا تدبير منزلي وانا فتداء طب قبل عطيات مالها ومال اختمت جري ومالها ومال الجيش يستحوذ على الجزرتين كلمة الجيش يستحوذ دي كلمة كبيرة جدا ومفروض ان اي واحد مصري يقف بقى واخد البلد وابتدت بقى احضر بقى حلقة اعتذر فيها بقى عن وصفي للجيش المصري بانه هما شرق انجاسر وانه انا بقى اتهمته بالاهمال وانه هو مش جيش وانه هما عصابة وانه اطهر من فيهم مفاكرين انتو؟ قلت بقى طب حد دي واشي فين بقى من العيال اللي هما بيطلع دول في الفيديوهات اللي هما تبع الجيش وبعدين خبطت دماغي فكرة كده قلت الرجل ده بيعمل ايه؟ والست قبل عطيات بتعمله في الصورة فكملت القبر بقى فلقيت بقى ان الجيش بيستحوذ على ايه؟ على مناقصة توريد الاغذية في المدارس في مصر يعني الجيش هيعمل كل سندورشات الجبنة الرومي والجبنة البيضة طبعا بالطماطم وكده في مصر كلها فحسيت ان انا في وقت ملاقات ان انا كنت تدايس على الجيش لان كان ممكن الجيش يصير الكلام ده لايه مثلا بقال او سوبر ماركت او متعهد او مورد صح؟ ويبقى ساعتها معدة اطفالنا في ايد غير امينة في ايد غير امينة لكن الجيش لما قالك ايه قالك انا مسكت بلد بقى لي سبعين سنة وكل حاجة نجحت على ايدي زراعة، صناعة، اقتصاد امن، قضاء كل حاجة صحة تصدير الجنيه الجنيه شوف الجنيه بقى يعني الناس طبعا فهموا غلط يقولك عشان الجنيه زمان كان مش عارف ايه الموضوع مش زي ما انت حاسبها خلص في دماغك يعني كل حاجة العملة الديوك كل حاجة فقالك طب واسيب بقى كمان التغذية بتاعت الولاد طب معنا بعيد فقالك انا ايه؟ انا هروح انا اعمل لهم سندوتشات فالناس سألت قال له الله حراك طب معنا حراك من امي بتعملي الطفل بقى حاسعة العقيد من امي بتعملي سندوتشات قالك من انت مدقتش بقى السندوتشات اتجبنا الولن بالطماطم بتاعت المقدم عادي وظبطت بقى ايه؟ بيحط كده بيرش رشة نعناع كده والحاجات دي عليها طب معنا امي بتعملي اللي سندوتشات دي حب قالك لأ؟ انا انت امك هتروح تقرس الحدود فقالنا انا اعمل لكل فرق بتهزر والله قالك لأ هنهزر ليه؟ احنا جيش الجيش مفوش صار لما كنا بنقول لك مش عاجبك الكلام ده خلي امك تحرص الحدود احنا نقصد فعلا ان امك تحرص الحدود تفكرنا بنهزر ولا ايه؟ فطلع اي عامل ان هم مش بيهزروا على حدوة خالص والجيش استحوز استحوز دي كلمة كبيرة قوي تحس ايه حرب موقعة حطين موقعة عينجلوت الجيش بتاعنا بيجي استحوز بيستحوز على الجبن الرومي على سندوتشات الجبن الروم طيب هنيجي للكلم على الموضوع ده بشكل يعني جد شوية او هنخرج في الاخر خالص مفيش غير ثورة اقسم بالله العظيم هؤلاء الاوباش هؤلاء الاوباش اشرف من فيهم مومس ودي كلمة لغة عربية اتفقنا عليه من كبيرهم لصغرهم من كبيرهم لصغرهم هنيجي ناخدها من كذا حاجة الليفل الاولاني البسيط تقصوها مش سايب اي رزق لأي حد انا معك صح فعلا ده ليفل اكيد وبلحة من نوع اللي هو ممكن يبقى ماش في الشارع في موكب وهو طبعا الفلوس اللي سرقها بلحة في الكام سنة اللي عادهم دول اكتر من اللي سرقها مبارك ولاده و اصدقائهم او الله اكتر بكتير مبارك كان يجي مثلا يعمل لك ايه يقول لك الغاز فاحنا هناخد صمصرة من الغاز لا السيسي بقى لهم الغاز كل المنطقة كلها اساسي بقى لك الغاز بقى لغاز اصلا بقى المنطقة انت فاهم ازاي الحرامي زمان كان يعمل ايه مثلا هاوز اقرب هارك انت مثلا عندك مزرعة فمشغل فيه احد حرامي فبعرف او تعارف الحرامي الحرامي اللي بيكتر يجي سرق لك من اللبن يجي بيعلك مثلا المزرعة بتنتج مثلا في اليوم خمسة ونص طن يجي محسبك ايه على خمسة طن على البقر لا السيسي اصلا جراح اللي هما جمع المزرعة مش بتاعتنا المزرعة بقى المزرعة اصل بقى المزرعة اصل من خد فلوسها فهو السيسي معها قدر هائل من الفلوس لكن عمره ما هيقتنع او الله عمره ما هيقتنع وهنبقى نعمل الحلقة ان شاء الله بس بحضرها باخد المادة بتاعتها اشكر الدكتور محمد حافظ جدا هنعمل المادة بتاعتها على حتة هو بيعامل مشروعات منين زي مثلا العاصمة الادارية بيقولك ايه الناس محتارة احنا بنعمل مشروعات دي منين مهواش طب الناس محتارة انت اكيد عارف يعني انت انا اسف يعني يا اما بتاخد الفلوس دي مننا يعني فيش تنات حالات يا اما بتسليف الفلوس فاحنا هنعملها يا اما انا اسف ان في حد بيقفز عليك يعني اللي ينط عليك يعني ودي كلمة عادية جدا القفز يعني وديك الفلوس دي فطبعا مش هيجيب لك الكلام ده كله اصلا يعني انت اخرج سندوتشينج ابن رومي فهو بيقولك هو مستغرب وصالنا كم مستغربين قالك يا ترى الفلوس دي منين هو ما كانش عال فلوس منين فاحنا هنحاول نعرفه الفلوس دي منين اللي هو اتبنى فيها العاصمة الادارية اللي هو بيباعها بقى تمان فاجر اه الله فاجر فالسيسي برغم كل ده هو انا عمل كلمة على مستويات هذا القرار يعني لما نيجي نتناوله السيسي في كل ده اول حاجة اه بيسرق عاوز يسرق وياخد فلوس بيباصس لرزق الموردين وباصس وعمل وباصس لرزق الراجل اللي هو بتاع السايس السايس برضو مش من الطبقات اللي احنا نتعطف معاها وباصس لرزق اي حد باصس رزق اعملوا كل حاجة دخلوا في كل حاجة باصس لرزق اي حد ماشي ده فعلا دي فراغة عين دي سيمة شخصية من السيسي لكن في لفل اكبر شوية مخطط اكبر شوية معالكين طبعا السيسي دي نفز مش يعني مش مفكر يعني اللي هو الاستحواز بقى فعلا اللي هو السيطرة على جميع مفاصل الدول مش احنا يا جماعة بنقول لكم عاوزين نسيطر على مفاصل الدولة انا بقول لكم كده صح نسيطر هو بيسيطر على كل حاجة حقيقة لسهو معها السلطات كلها البنزين المدارس اكل المدارس السكر اللبن المشارفي بحيث ان انت مع اي حاجة تحصل يدخل البلد في ورطة يدخل البلد في ورطة يدخل امين البلد انا وانت وقالت الظابط وقالت العسكرة اللي بيقتلنا وقالت امين الشرطة ابن الناس الطيبين اللي بيقتلنا هيجي فجأة بحيلاقي ما فيش لبن لابنه وهيلاقي ما فيش سوق بس هو انتعارف البهيم انتعارف فيه صور فيه فيديوهات بتيجي لأبقار بقر في أمريكا الجنوبية بقر في الغبات فالبقر ده بيسعب هو ماشي وبيقع مع الجبل فممكن يموت الاف الابقار بقرة على بقرة على بقرة يعني بقر بيقع كده اللي بعدها هتجي واقع كده محدش بس كده قدامه محدش بيفكر وبعدين مشكلة البقرة لما بتقع هي بتقع بتموت لكن التاني ان شاء الله بيقع على جهنم على طوب جهنم عاملاله كده او الله فالاخفة ده الليفل التاني يعني الليفل الاولاني يقولوا بيسرق بيطمع عينه فارغة لو هو ماش في الشارع وبعربيته بالعيلمان ده وشافك معك سندوتش جبنة او سندوتش بيصرمة بالبيت هنزي لي اخده منك بأي طريقة وهو لك موانا اولية وهو بيكله مش ليه خالص خالص وهو ما ليكله بتاني لكن ده الليفل الاولاني الليفل التاني قولنا ان هو بيسيطر بيعمل سيطرة كاملة على مفصلات البلد على التحكيم فجأة متلاقش عندك لا مية ولا لبن ولا سكر ولا عيش ولا ده الليفل التاني في بقى الليفل التالي اللي هو ممكن او غالباً معدش يعرفوا غير اللي هما اصدقاء فالعصابة اللي هما اللي هما ان شاء الله باذن الله لو ربنا يسر لنا لازم يحكموا كلهم بتهمة الخيانة العظمى الليفل التالت ده ايه؟ اللي هو بعد الفلوس واحد عينه فارغة والتاني اللي هو استحراز على الدولة اللي بالتالت هو الغزء اللي هتديه لولادنا هيعمل فيهم ايه؟ هيتطلع جيل طيب عشان تفهم لازم ألف تنظرك لحاجة ايه؟ انت عارفهم حاجة الاولية تخيل ان ولاد عمنا فتالي القبيب هما اللي بيحطولنا الاكل طب هو تتخيل ليه؟ هوا مين اللي كان جاب المبيدات المسارطنة دي ايام حسن مبارك؟ مش كان يوسف والي ولا احنا بنتكلم غلط مش بعد الثورة كان يقول لك ايه؟ مبيدات المسارطنة انت عبت يا ابني ما فيه حاجة اسمها مبيدات المسارطنة اطوى تحسمه مبيدات المسارطنة ما ايه؟ فبعد الثورة قال لك ايه مبيدات المسارطنة ليه؟ لان يوسف والي اصله ايه؟ وجد اسمه ايه؟ فلازم تعرف فتخيل بقى ايه؟ ان هو اللي بيأكل اطفالك زي ما قلنا يا جماعة الخطر الاعظم الداهم على اسرائيل وجود دولة اسمها مصر فهو بدل ما بيرد على كده اللي هو اكل العشب ابن النزوة الصيفية ابن راقصة اللي جانب بدل ما يتنبه فلما انت تيجي تقول له ايه مصر ام الدنيا مصر 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 ويسيب مصر ايه؟ تتفشخ من جاسوس هذا الفرق فهو بقى اللي هيأكلهم ومن الشركات هو اللي هيقول عليها ومصدرها ما نعرفوش وجواها افرد انت بقى حلل مين لا يحلل؟ مين هياخد يحلل الشركة اللي بتورد؟ مين؟ مين يقدر؟ ولو حلل ويلاقى فيها خرة هيقدر يقول؟ هيقدر يقول؟ مش هيقدر يقول طبعا ده المستوى التالت ده الليفل التالت في واحد محترم جدا تعليقا على الفيديو اللي فات بيقول لي انت لازم تتكلم على ثورة المفاصل فانا كل فيديو هقوله والله يا جماعة اقسما بالله العظيم اتمنى ان حد يقوم بهذا الموضوع ويعني يتولاه يعني يكون اصغر صغير يعني وان شاء الله بإذن الله وانا طبعا عمري ما هتخلى عنه ان شاء الله طول ما انا فيها نفس مفيش حل غير كده مفيش حل غير ان انت تنبه الناس للنزول بشكل منظم بشكل منظم يتوفر في حاجتيه لما اقول الناس انزلوا يتوفر في حاجتيه الحاجة الاولانية الانتشار بحيث ان انت تبقى صعب على الشرطة يا مرحشة لم الناس انا لما بنزل الناس باي عدد في اي مدام بيقدروا بيقدروا يفضوا فالانتشار بيعقهم زي ما شرحنا ان انت بتمتشر في حتة كتير قوي فهو بتتحرقش وقلنا قدلة زي محمد علي في 2020 الناس نزلت بعد 40 قرية سلط الانتشار تاني حاجة الفاعلية لان انت افرد انت شارت وقاعد هيسيبك بتهتف لكن الفاعلية اللي هو ايه اللي هو ما يقدرش اقول لك الله انت بقى بتبقى حوالين مفاصل الدولة هو كل اللي بيعملو ده بقولنا ايه بيتحكم في الدولة من الف للياء حوالين مفاصل الدولة انت بتبقى موجود حوالين مفاصل الدولة كبداية انت بتبقى السلطة بعد كده انت بتبقى السلطة التنفيذية وتبقى السلطة القضائية وتبقى السلطة التشريعية ودي الخطة اللي انت هتلاقيها في الحلقة تسعة من اللهم ثورة مش عارف الحلقة دي تقريبا الحلقة الثلاثتاشر يعني هراجع قبل ما نزلها لقيت النهاردة الناس على الكلاب حاوس اللي هم بتوع الولاد اللي زي السكر اللي هم بيعملوا قهوة الحرية أو نسور النسور قهوة النسور الولاد كل يوم كل يوم بيعملوا حاجة عن الثورة بيقول لك النهاردة متى يأخذ الثوار أو متى يأخذ الأحرار الثورة محمل الجد قاعدين مش سكتين يوميا لكن في ناس تانية متخيلة ان في واحد يروح يعملهم ثورة لا مفيش حد يعمل حد ثورة لما كنش بنساعد بعض وكل واحد يساعد ويتكلم أنا ان شاء الله بإذن الله مش هيأس بطم من الدكتور محمد حافظ يا حبيبي قال لي أنا مش عاوزك تزعل وأنا عارف ان انت بتتحارب ازاي وعارف ان انت كده بس قوعة تيأس ياما انت والله اخر حاجة تفكر فيها بالعكس أنا مش عاوز أقول لك ان أنا لما يعني تحجيم واللغوشة على صوتي على قد ما هو بيدقني لعدم الوصول على قد ما هو منجوايا في السن ده بيسعدني لأنه دليل هل أنا يعني ان شاء الله صادق ولا مش صادق وأنا ان شاء الله صادق قوي أنا صادق قوي ان شاء الله بس مش زي السيسي نشوفكم على خير ان شاء الله